وصلت صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي الأردني للفروسية وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة إلى مملكة البحرين حيث كان في استقبال سموها بمطار البحرين الدولي سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة ورحب سموه بسمو الأميرة عالية بنت الحسين في بلدها الثاني مملكة البحرين ونقل لسموها تحيات سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة نجل سمو ولي العهد رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر مشيدا في الوقت ذاته بدور سموها في تعزيز القيم العالمية المحافظة على الخيل العربية ودورها المميز في منظمة الواهو ومن جانبها أكدت سمو الأميرة على الدور الرياضي الذي تمثله البحرين في المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة الذي كان على إثره إقامة المؤتمر في المنامة مشيدة بالحضور البحريني الفاعل على المستوى العالمي فيما يتعلق تحديدا بالخيل العربية ورياضات الفروسية بشكل عام حيث تعتبر البحرين من أهم الدول التي تقود الحراك الدولي للمحافظة على الانتاج والسلالة العربية للخيل كما قدمت سمو الأميرة عالية بنت الحسين شكرها وتقديرها إلى سمو الشيخ فيصل بن راشد على حسن الاستقبال والمتابعة مؤربة عن ثقتها التام بنجاح فعاليات المؤتمر الذي سيقام على أرض المملكة